بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأهلي بلعب مباراة زي الزفت زي الزفت حرفان والذي أنا قلته كله على الزمالك في مطش المريخ لما كنت بقول أن الشوت الأولاني في مباراة المريخ والزمالك يساعد على العكم وارتفاع معدلات الخصوبة والكلام اللي أنتو عارفينه ده كله كل ده ما يجيش حاجة جنب القرف اللي الأهلي عملوا النهاردة قدام الهلال لعبنا المباراة سيئة جدا نستاهل فيها الهزيمة بدل المرة اثنين ولو ينفع ناخد نتائج بالماينس يعني بدل ما ناخد زيرو نقاط ناخد ماينس واحد فإحنا نستاهل جدا قبل ما أتكلم عن الأهلي لازم أقدم اعتذار لجمهور الراجا لإني كنت بتوقع أن الراجا يخسر من سيمبا التنزاني في تنزانيا لكن اللي حصل غير كده تماما الراجا بيلعب في سيمبا في تنزانيا وكأنه بيلعب في كازابلانكا كأنه بيلعب في المغرب كأنه بيلعب في بيته فحضيقة منزله تلت جوال تلاتة صفر وحكم مرتشي بكل ما تحمله الكلمة من معنى كارت أحمر مستحق على لعيب تنزانيا ما تحسبش ضربتين جزاء بدون أدنى شك للراجا ما تحسبوش فولات عكسية في كل مكان أوتات وحاجات غريبة تعصب وكل لمسة للعيب تنزانيا وسيمبا تتحسب لهم فكل التحية والتقدير والإحترام والزوء للراجا جمهور الراجا لعيبة الراجا ومدربهم لكبير أعتقد أنه إكس للمنتخب التونسي مدرب المنتخب التونسي السابق عام المباراة في منتهى 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 الرقي منتهى 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 العظمة منتهى منتهى الكارزمة وقد إيه أنا رايح ألعب بره لكن رايح أكسب ما يكفينيش تعادل ما يكفينيش أطلع خسران واحد سفر زي ما حصل في الوداد أو زي ما حصل في المريخ في تونس أو زي ما حصل مع الزمالك في القاهرة أو زي ما حصل مع الأهلي النهاردة في السودان تحية شابو بروفو شكرا أحسنتم للراجة المغربي نتكلم عن الأهلي الأهلي بيلعب بتشكيل أي أن كان مين هو بس اللي لعبوا في الملعب كانوا زي الزفت سيئين لأقصى درجة الأهلي بيخسر واحد سفر بهدف ما يدخلش في حارس لسه بيتعلم كورة محمد الشيناوي يتلاعب كورة من ناحية الشمال من ناحية اليمين للنادي الأهلي تلف وتدخل في مرمى يقول للشمس يقول لي مش شايف ده كلام فارغ ده كلام فارغ ما يدخلش دماغي معرفكش ما ليش دعوة السنة اللي فاتت دي محمد الشيناوي أحسن حارس مرمى في إفريقيا دخل القرى تيجي تقول للشمس تقول لي أرضات الملعب تقول لي الحكم تقول لي كل ده أعزار فارغة تفه ما يدخلش دماغي سيدي محمد الشيناوي احنا لسه كنا بنلعب في كاس العالم للأندية وفي ماتش بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ووقفين على رجلينا وكنا قابقى وسين أو أدنى من إنا ناخد برونزية العالم طلعت غلط ولبستي نجون خسرنا بعض المبارد ترتيب التالت والرابع إذا ما كنتش يا شيناوي هتشلني في كاس العالم للأندية ومش هتشلني في أول مباراة في دور المجموعات هتشلني إمتى واعتمد عليك إمتى من كل قلبي إما تتشال شرط القيادة من علاكة فك أو حد بديل ينزل للعب مكانك ماتشين وتقعد على الدكة عشان تعرف أن اللي انت بتعمله ده ما ينفعش الأهلي عنده كوارث فنية كتير أبرزهم النهاردة أن مارسيل كولر مارسيل كولر ما كانش حاسب الحزبة صح وأنا ضد أي حد يقول لعبة السودان أنتوا غلطانين وكنتوا بتضيعوا وقت وبلو بلاو كلام كتير إحنا اللي وحشين هو أنت لو جبت جون فيهم هم هيضيعوا وقت فكك من الكلام ده سيبك من الكلام الأوانطة ده إحنا ملعبناش كورة نستهل عليها أننا نطلع بنقطة لو أنا في وسط المباراة ما هشغالك هتبت بوسط للشماب وقلت لهم لو طلعنا متعدلين نبارك لبعض رجالة وحقيقة يعني الكومنتات كلها كانت بتقول إيه لو بقى ده لو بقى سيروا ثقة في أننا نقدر نعمل أي حاجة النهاردة عدم انسجام بن ياسر ومحمد عبد المنعم نص المال عبد يانج وحمد فتحي الاتنين ستة مفهومش واحد كوير في غياب السلاية ما بيناش عارفين نطلع بالكرة الأدام حسين الشحات مضايع كرة في أول ست دقايق أحمد عبدالقادل دريبلر بلا هدف رقص وجري لغاية ما تخبط في اليفطة بتاعت الإعلانات طهر محمد طهر واخدينه أعارة من استابل خيل جري وبس جري وبس برس تاوي عمره ما هيكون مفرود عمره ما هيكون احنا محتاجين مهاجم كلاكات 150 مرة السادة أعضاء مجلس الدورة النادي الأهلي محتاجين مفرود هنضطر نكمل البطولة كلها يا مولايك يا ما خلقتيني بدون مهاجم ويوم ما تقوص تعود وعايز مهاجم يشيلك هتنزل محمد شريف اللي بيضيع وجون فاضي هتنزل أفشة اللي مش شايف هتنزل 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 في آخر انت زي ما انت احنا جبنا صافيو جبنا كريستو جبنا عشاد حسين دول تلاتة بلعبوا في الحتة اللي قدام لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي ما حدش فيه بلعب مصاريفه فلوسه خلاص تيجي تبص على ندية شمال أفريقيا وديك تتكلم على انتقالات والفلوس اللي بتدقع والماركات وقولك احنا مش قد الأهلي مش هنقدر نسرب قد الأهلي يا جماعة والله الجنازة حرة والماء تكلب احنا عندنا لعيبة أسعارها قد كده هو لكن قيمتها الفنية قد كده هو ده من الآخر الأهلي عموا مبورها زي زفت مبروك لهلال السودان بقينا في آخر المجموعة بعد ما كنا من التالي ع الزمالك بقينا زيهم بالزبط مستوى أسوأ فنيا منهم وده عيب ده عيب انا مش بتكلم على اننا في لعب غلط ولا اننا خسرنا ما كل الناس بتخسر مش بتكلم على ان الشناوي غلط ما كل الناس بتغلط لكن بتكلم في ان تكرار القرف ده يحصل تاني عسام الشوالي هو بيزيع بيقول كأني بتفرج على مباراة السنة اللي فاتت بالزبط والله اتفرجت على فيديو اللي انا عملته السنة اللي فاتت على مباراة الأهلي والهلال اقسم بالله كنت ممكن احطه زي ما هو من غير مخير في حرف واحد وكانت الناس ما هتستغرب ولا تقول انه في حاجة جديدة هو هو نفس الكلام كنت بقول محتاجين بديل علي لطفي او محمد الشيناوي نفس الكلام قلت محتاجين مهاجم قلت محتاجين ان احنا نحن نحط حد مدافع كوائي كل هو هو نفس الكلام نفس الاسلوب بل بالعكس المرة فاتت كنت تطالع مبسوط ان احنا نتحددنا سفر سفر في السوداء المرة دي الغربنا واحد سفر نستاهل نخسر النهاردة مشكلتي ان الوبراتين اللي جايين هيبوا مع صندون زراح جاي انت مطالب بانك تاخد اربع نقاط من اللار مطالب انك تاخد اربع نقاط من اللماطشي هنعملها ازاي العلم عند الله بعد قليل الترجي في مقابلة مع شباب لزداد في الجزائر نتابعها معا ونحللها بعد انتهاؤها مبروك لهلال السودان مبروك لرجاء المغرب جدا 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 مبروك كان معكم محمد عددتو برنامج كابتان ونوردونا شرفتونا شوفوا الشيخ مالخير ان شاء الله في فيديوهات تاني جاة كتير الى ان نلتقي السلام عليكم